منتخب مصر من التمانية الكبار في عالم كرة اليد ورغم كده مش مبسوطين وزعلانين ومتدايقين لما يكون عندك منتخب بيلعب ضمن التمانية الكبار على مستوى العالم في اللعبة بتاعته ورغم كده انت زعلان ومتدايق ومش مبسوط تعرف على طول انك قدام فريق رفع سقف التوقعات والطموخات بتاعتك للسماء لما بتكون بتلعب مع منتخب بينظم بطولة بطولة العالم على أرضه وسط جمهوره وتخسر منه في الربع النهائي اه تبقى زعلان وشايف اننا كان لازم نكسب لاننا فعلا كنا نقدر نعمل ده بس انت على طول هتبقى أكيد فخور بالفريق ده وبالمستوى اللي وصل ليه الفريق ده وعلى فكرة مش السنة دي فقط ده من سنوات فاتت اه انت زعلان وانا زعلان اه انت متدايق وانا متدايق عشان كده كان نفسنا نكون وسط الاربعة الكبار مش بس كده احنا كمان كنا بنحلم ان احنا نرفع كاس العالة من كرة اليد بس الزعل ده لازم يخلينا عارفين ان احنا عندنا فريق في يوم من الايام اكيد هيحقق الحلم ده او احنا فخورين بالمتخب بتاعنا فخورين باللعيبة بتاعاتنا فخورين دي الجهاز الفني وعارفين ومتأكدين ان اللي جاي افضل وان اللي حصل النهاردة مجرد بس ممكن نسميه تأجيل لحلم التواجد مع الاربعة الكبار تأجيل لحلم رفع الكاس بس ده اكيد مش نهاية الحلم ليه؟ عشان ان بلا شك اسرة كرة اليد في مصر هي الانجح وهي اللي بتسعدنا احنا مصريين اهلا بكم حلقة جديدة من رقم 10 زي ما احنا متعودين بنستعرض معاكم كل الاحداث الرياضية في مصر وفي العالم خلينا نبدأ مع الخبر الابرز لو خسارة منتخب كرة اليد المصري امام السويد في مباراة ربع النهاية في بطولة كأس العالم 20-23 النتيجة 26-22 لصالح السويد في البطولة المقامة ببولندا والسويد بتستمر حتى يوم 29 يناير اللي جاي انتهى الشوط الاول بتقدم منتخب السويد بنتيجة 14-9 شهدت المباراة تألق كبير جدا من حارس مرمى السويدي أندرياس باليكا اللي بيتصدى للعديد من الكروات وكمان بيتم اختياره هو افضل لاعب في المباراة وده بيدينا مؤشر قد ايه الهجوم المصري كان منافس لسويد مصر بتنافس طبعا في الترتيب من الخامس وحتى التامن بعد عدم التأهل لدور نصف النهائي عزاق لكم زي ما كنا بنقول في الانترو ان اه احنا زعلانين اه احنا متدايقين ده شيء طبيعي جدا وحقنا ان احنا نزل وحقنا ان احنا نكون متدايقين بس مش عايزين نغفل ان منظومة كرة اليد في مصر هي منظومة الانجح على الاطلاق وانا مش بقول الكلام ده من واقع يعني طاطف ولا اي حاجة لا انا بكلم به الارقام منتخب كرة اليد في مصر احنا بنشوف ان هو لو حق خسارة فالخسارة ده انه احنا لسه بسط الثمانية الكبار احنا بنتكلم عن خسارة نسبية عن خسارة احنا شايفين المنتخب ده عنده من الامكانيات وعنده من المؤهلات الفردية والجماعية انه يقدر ينافس فخلينا اه نزعل اه نده بس ما نهدش المعبد خالص منظومة كرة اليد هي الانجح على الاطلاق في مصر بلغة الارقام طيب اه خلينا نروح بقى ننتقل لبعض الاخبار بعضها حصرية لهنا رقم عشرة نبدأها باخبار نادي الزمالك اللي بيحدد مبلغ تمنمية الف دولار علشان يتعاقد مع اللاعب الجزيري احمد القندوسي طبعا فريق وفاق السطيف الجزيري اعزال لكم ان نادي وفاق السطيف بيطالب بالحصول على مليون ومئتين الف دولار اما نادي الزمالك في الوقت الحالي يعني بيحاول انه يكسف المفاوضات بتاعته مع وفاق السطيف عشان يقلل من الطلبات المادية وبيعتمل طبعا نادي الزمالك في المفاوضات ديان على رغبة اللاعب في انه يرحل عن وفاق السطيف وينتقل لصفوف الفريق الابيضة طبعا قبل ما احنا عارفين ان المركات والشتوي خلاص حيقفل فيه خلال تقريبا خمسة يام لذلك اللاعب بيحاول انه بيضغط على ادارة النادي بتاعته علشان يرحل طيب كمان عايزين نرجع بقى مرة تانية للخبر الابرز خبر كرة اليد وهزيمة منتخب المصري نهاردة من السويد خروجه من الارباع الكبار بينضم لنا عبر الهاتف في نجم منتخب مصر لكرة اليد كابتن شريف مؤمن كابتن شريف يعني مش عارف اقول لك هارد لك ولا اقول لك ايه لا طبعا هارد لك طبعا يعني للشعب المصري طبعا لان كان املنا كبير جدا ان احنا نوصل لطبعا سمي فاينال لكن قبل ما انا مش اساعد يعني هو ده الحصل احنا حظرنا ان احنا قابلنا منتخب السويد على ارضه يعني اعتقد لو كنا قابلنا منتخب السويد في اي حتة تانية كنا نقدر ان احنا نكسجع كابتن شريف انا كنت بقول يعني منظومة كرة اليد في مصر هي يعني منظومة مختلفة منظومة احترافية مش عايزين اتوقف شوية عن الماتش فنيا او تكتكيا انا بتكلم عن عايز اركز على منظومة كرة اليد في مصر ليه هي المنظومة الانجح تقريبا يعني يعني اكيد طبعا هي منظومة نكحة بالدليل ان احنا طبعا محققين بطولة العلم للناشئين وثالث علم للشباب احنا يعتبر من افضل ست منتخبات على مستوى العلم كرجال الكلام ده مش راجع طبعا وليد مثلا سنة او سنتين لا بالعكس احنا اكتدنا الكلام دوت يمكن من سنة 91 وقعنا شوية في النص لان ما كان الاجيال كانت بتتغيط لكن رجعنا تاني بقوة وبرضو نفس الكلام احنا بقنا ثلاث بطولات علم بنوصل للتمانية الكبار ودي تعتبر برضو حاجة يعني ظهرة للناس زاد ان طبعا اي حد بيدخل منظومة الاتحاد بيبقى عنده خلاص عنده خبرات كبيرة جدا بيقدر ان هو يضيف للمنظومة دي خبراته كلاعب دولي كإداري دولي كل الكلام دوت ده بيبقى والميزة طبعا ذكرت اليد انها زي ما بنقول لات لعبة مش فقط جماعية لا هي لعبة أسرية تحيث ان الاسرة بانطاعات الجمع تتفرج على على اللقاءات وحتى في التدريبات بتاعت الصغيري تلاقي الاهالي كلها دايما متواجدة في المباريات وراء ولادهم فاللعبة كلها في مصر تعتبر لعبة الحمد لله نجحة كابتن شريف انا لحظت حاجة في المنتخب المصري الحالي ان متوسط الاعمار بتاعته مش كبير ده حقيقي ولا لا ده حقيقي فعلا بدليل ان احنا نشارك لعبة موليد الفين واثنين مهاب الفين واثنين احنا كامت لقي عشرين سنة تقريبا واحد وعشرين سنة بالظبط وقد عندنا برضو حوالي ثلاث لعبة موليد الفين بدول اللي هم حققين بتولة العالم الناشئين وقد ان فيه برضو حوالي ثلاث لعبة موليد تانونية وتسعين يعني منتخب من مستقبل منتخب قوي طيب انا عايز انا سأسأل معلش كابتن شريف وصحح لي منتخب مثلا زي السويد منتخب زي الدنمارك الكبار تقريبا متوسط الاعمار في الفرق ديا ايه يعني انا اعتقد فوق الواحد وتلاتين سنة يعني منتخب الدنمارك منتخب يعني يعتبر فيهم ناس موليد حوالي سبعة وتمانين ثمانية وتمانين كتير احنا احنا العمر دا تقلم عندنا بات هتلاقي فيه موجود كريم ينداوي والمصري واعتقد الجنح اليمين عندنا عندنا علي زين عندنا بكر عندنا محمد سند اه الجنح الشمال طيب داك يعني اولى رقم واحد شابو لإدارة اتحاد كرة يد في مصر نية يعني احنا منتكلم على منتخب منتوسط العمر بتاعت واحد وعشرين سنة اه فده المنتخب احنا نتكلم فيه يعني المستقبل الواعد بشكل كبير جدا طيب احنا اول تجمع اول بطولة للمنتخب هتكون ايه يا كابتن يعني اكيد بص كاس عالم دايما بيجي كل سنتين فاحنا احنا هدف فيه قبل حياة كاس العالم هيبقى فيه ان شاء الله بطولة افريقيا هتبقى في في يناير اللي جاي اه تلاتة وعشرين احنا دولات تلاتة اربعة وعشرين هيبقى بطولة افريقيا وفيه بعد كده اولمبياد طبعا هتبقى هتبقى اربعة وعشرين مفهود لسه انجلس احنا في باريس في باريس بالزبط كده طيب احنا بما ان الاتحاد الكرة اتحاد كرة اليد في مصر بينتهج فكرة اللي هو التخطيط ايه اللي اللي احنا بنخطط ليه سواء في كاس الأمم الافريقية او الولمبياد في باريس او كاس العالم يعني هم نشايفين المنتخب ده فين في البطولات دي وايه اللي ناقصنا علشان نوصل نبقى من ضمن انا مش عايز اقول الاربعة الكبار بس هيبقى يعني البطل او الوصيف الضبط يعني الترجل بتاع الاتحاد اي حد بيدخل المنظومة دي الترجل بتاع ان هو يحقق مداليا هو احنا احنا نفسنا بجد كمنتخب رجال نحقق مداليا احنا بغاية ده نحققناش مداليا يمكن رابع عالم هي دي الانجاز بتاعنا انا شايفين اه طبعا حاجة كويشة جدا لكن احنا نفسنا نحقق مداليا سواء اولمبية او مداليا طبعا على مستوى بطولة العالم عشان تعمل الكلام ده يعني مش بعيد لازم يبقى فيه دايما احتكاكات للعيبة احنا طلعنا عندنا تسعى لعيبة مختلفين في الدورة الاوروبي يعتبر احنا ماشيين في النهج الصح وربنا ايكم ان شاء الله في اللي جايج احنا شكرك شكرا جزيلا كابتن شريف مؤمن نجم طبعا منتخب مصر لكرة اليد ونجم الجيل الدهبي طبعا لكرة اليد في مصر شكرا جزيلا يعني انا برضو عايز اركز واقول ان منظومة كرة اليد هي المنظومة الانجح في مصر عايزين نبني علينا اعرف نيبة عندهم فكرة البلانينج عندهم فكرة التخطيط الاستراتيجي ودي حاجة زي ما انا دايما بقول اي حد بيعمل بيشوف عنده الفيجن عند الرؤية بتاعته عايز يوصل لايه وبيحط البلان الخطة عشان يوصل من نقطة واحد لنقطة اتنين اكيد اكيد هينجح هلا يا تحيال خيروني رجح تاني للاخبار اللي بدأناها معاكم اتكلمنا عن الخبر الخاص بي احمد القندوس اللعب الجزائري في وفاق الصيف اللي نادي الزمالك بيحاول انه هو يتفاوض معه عشان يلتحق بنادي الزمالك قبل نهاية المركات والشتو الخبر التاني اللي معنا بيقول ان فيه يعني ساعات قليلة بتشهد طبعا تفصيل جديدة فيه مفاوضات نادي الزمالك مع نادي البنك الاهلي علشان يضم المهاجم ناصر منسي في الانتقالات شتوية الجارية نادي البنك الاهلي بيطلب من الزمالك الحصول على 20 مليون جنيه كمان الحصول بشكل نهائي على خدمات اتنين من الزمالك والمعارين وسامة فيصل وحمدي علاء حتى الان الزمالك لم يوافق على طلبات البنك الاهلي هو بيحاول انه يتفاوض علشان يقلل من المقابل المالي طيب احنا لسا مكملين مع الاخبار الخاصة بنادي الزمالك ادارة الكورة في نادي الزمالك في ساعات اللي فات الديان بتعقد اجتماع مع عسامة نبيه المدير الفني الجديد للفريق علشان ايه علشان تتكلم مع الموقف بتاع الفريق وكمان طلبة ادارة الكورة في الزمالك من عسامة نبيه انه يعمل تقرير شامل وعاجل على ايه على النواقص بتاعة الفريق كمان تقرير عن الصفقات الفريق نادي الزمالك محتاجها في المركات والشتوية علشان التعاقد معها احنا قلنا ان خلاص خمس ايام وباب الانتقالات الشتوية يغلق طيب بنتكلم عن كابتن اوسامة نبيه بنتكلم عن اربع جلسات تم عقدهم مع الادارة الفنية مع الابين هنتكلم عن تفاصيل الاربع جلسات دي هي اللي بترسم تقريبا شكل نادي الزمالك فريق الكورة في نادي الزمالك هيكون رايح فين اول حاجة اول جلسة معنا هي الجلسة اللي كانت ما بين كابتن اوسامة نبيه ورئيس نادي الزمالك خلالها تم الاتفاق على تفاصيل الصفقات تفاصيل التعقدات في المرحلة المقبلة قلنا ان مطالب من كابتن اوسامة ربيه ان هو يعد التقرير وشكل عاجل عن النواقص بتاعة كل مركز وتقرير عن هو محتاج مين في المركات الشيطوي والشكل طبعا اللي حيسير عليه الفريق مع اوسامة ربيه في الدوري وكمان عندنا بطول الدوري ابطال التانية جمعت ما بين كابتن اوسامة نبيه وما بين لعيبة الفريق كابتن اوسامة اتكلم مع اللعيبة على ان هو خلاص اللي حصل حصل صفحة البرتغالي جوزبالدو فرير لازم يتم طيها لازم نركز في المرحلة المقبلة علشان ايه علشان طبعا نحسن من مستوى نحسن من اداء اللعيبة نرجع تاني مرة اخرى لنغمة الانتصارات وكمان في حاجة اوسامة كابتن اوسامة نبيه وانا يعني هو يعني اكن له الاحترام والتقدير على اللي هو قال وانه هو يعني فترة فريرة اه 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 هنشيد بما قدمه فريرة ودي حاجة محترمة جدا من كابتن اوسامة نبيه وبيأكد انه هو احد افضل المدربين اللي قاد ونادي الزمالك هو فقط وجهه سوء توفيق على اية حال يعني هو مش عايز يغفل الايه الفضل بتاع فريرة جوزفالد وفريرة في الفترة الاخيرة لنادي الزمالك على اية حال دي كانت تفاصيل تقريبا الجلسة التانية اللي جمعت ما بين كابتن اوسامة نبيه واللعيبة تفاصيل الجلسة التالتة جمعت ما بين رئيس نادي الزمالك وما بين اللعيبة في الجلسة دي انشادت عدة رسائل من رئيس نادي الزمالك للعيبة طالبهم فيها بشكل واضح بشكل سريع انهم يعملوا على تصحيح المصار استعادة الانتصارات كل جماهير نادي الزمالك منتظرة من اللعيبة تاعتهم الاداء الرجولي الاداء القتالي في الملعب وضعت طبعا في مسندة للفريق في كل الاوقات طيب دي بالنسبة للجلسة التالت الجلسة رابعة وده حاجة مهمة شوية ليه بقى في الجلسة الرابعة جمعت ما بين برضو رئيس نادي الزمالك مع السنائي احمد فتوح وعبدالله جمعة في حضور كابتن محمد عبدالشافي احد طبعا كباتن الفريق كان محور الحديث حول ضرورة ان هو يتم غلق صفحة الفترة اللي فاتت ان يتم التركيز مع الفريق ان هم يستعيدوا مرة تانية المستواهم علشان يرجعوا تاني للتشكيل الاساسي للسكواب بتاع نادي الزمالك جلسات مهمة وكلنا نأمل ان نادي الزمالك يرجع تاني يبقى من ضمن الكبار احد طبعا قضاي الكرة المصرية كلنا كلنا بكل انتماءاتنا كل توجهاتنا يهمنا ان نادي الزمالك يرجع مرة تانية كاحد قضاي الكرة المصرية طيب ده فيما لوصلة بنادي الزمالك نروح بقى ننتقل سريعا لأخبار النادي الاهلي نبدأ بكابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة في النادي الاهلي بيجري اجتماع خلال الايام الماضية علشان اقتراح لائحة جديدة مخصصة لكأس العالم للاندية اللي جاية الهدف من الاهلي في اللائح ديا ان النادي الاهلي عايز يضع مكافئات مالية اكبر ليه علشان يحفز اللعيبة علشان يوصلوا لانهائي لأول مرة في التاريخ احنا عارفين النادي الاهلي يعني اقصى حاجة وصل لها في كأس العالم للاندية كان المركز الثالث لسا مكملين مع النادي الاهلي النادي الاهلي بيقرر ان هو يعدل العقد بتاع كابتن محمد شناوي حرس مربو انتخب او فريق النادي الاهلي يعدل التعاقد بتاعه ليه علشان كابتن شناوي رفض عرض مغري جدا وصل لللاعب في القام اللي فات الدايا اللاعب طبعا يعني هوا اهلاوي بينتمي قلبا وقالبا ليه النادي الاهلي رفض تماما العرض وعايز لكم هو يعني عرض مغري جدا من احد الاندية العربية احنا متكلم تقريبا اشعرف اقول دا ولا لا بس احنا متكلم تقريبا ستين مليون في اربع شهور فهو يعني اكيد اكيد عرض مغري واكيد اللاعب اللي يرفض حاجة زي كده عشان النادي الاهلي النادي الاهلي عايز يقدر اللاعب علشان كده النادي الاهلي بيقرر ان هو يعدل العقد بتاع محمد الشناوي وفيه بند كده بيتم تفعيل اللائح علشان نعدل من العقد بتاع نادي بتاع محمد الشناوي قبل طبعا الصفر وقبل المشاركة في كأس العالم في الاندية في المغرب طيب خلصنا اخبار نادي الزمان خلصنا اخبار نادي الاهلي نروح لبعض الاخبار الاخرى النادي سموحة يتواصل لاتفاق مع مسؤولي النادي الاهلي على استعارة المدافع الشاب محمد مغربي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لمدة موسم ونصف محمد المغربي زي ما اعتبعنا من المفترض ان هو ينضم رسميا الى سموحة بكرة ان شاء الله الخميس هياخد اول مران لي مع نادي سموحة يوم الجمعة قرار خروج تعم مغربي انه هيكون على سبيل ايه على سبيل الاعارة علشان يعني الفكرة ان احنا اللعيبة الناشئة اللعيبة الشباب يبقى لها فرص اكبر للمشاركة في المباريات فرص يعني المغربي كان قاطع الاعارة بتاعته الخارجية عشان ينتحق بصفوف النادي الاهلي يستمكملين مع النادي الاهلي الخبر اللي كلنا تابعناه على السوشيال ميديا وكان يعني خد كده انتشار على السوشيال ميديا ده الخبر ده اللي حصل معاه كانت محمود كهربا لعب طبعا النادي الاهلي بيحضر رفقة محمد عثمان المسشار القانوني لنادي الاهلي حضر لفين لجلسة استماع بلجنة الانضباط باتحاد الكرة الجلسة ديا عقدت النهاردة يوم الاربعاء كان المسشار محمد عبدالصالح هو رئيس اللجنة كلال الجلسة ديا كان فيه تحقيق مع كهربا نفى الاتهامات اللي وجهت لي من قبل نادي الزمالك كان نادي الزمالك بعد شكوى للجنة الانضباط قال فيها ان يعني الفيديو اللي احنا تقريبا شفناه محمود كهربا قال ان هو لم يوجه اي اساء لنادي الزمالك قال ان هو لم يقصد بالعبارات او بالاغنية اللي هو كان بيرددها يعني مع الجمهور بيحتفل لم يكن يقصد نادي الزمالك ده رواية مين محمود كهربا هو قال ان هو لم يقصد اي اساء لنادي الزمالك ما قصدش الجمهور نادي الزمالك هو كان بيتكلم على الجون بتاعه اللي سجله هو لفت يعني ان هتافه في الفيديو كان يقصد بيه زي ما احنا قلنا ان هو بيحتفل مع جمهور نادي الاهلي بالهدف اللي سجله في نادي الزمالك بالطريقة صحيح لسه مكملين مع الاخبار بتاعنا اخبار كتيرة البنك الاهلي البنك الاهلي بيعلن التعاقد مع المدير الفني القبرسي بابا فاسيليو كمدير فني للفريق الاول على ان يتولى امير عبدالعزيز منصب المدرب العام كمان استقر البنك الاهلي على ان يتوجه بالشكر لكابتن كريم حسن شحاتة هو طبعا زي ما احنا كلنا عارفين هو كابتن كريم حسن شحاتة كان بيشغل منصب مدير الكرة في النادي طيب سريعا بقى كده عايزين نعرف ما الذي قدمه بابا فاسيليو اثناء تدريبه نادي غزل المحلة قبل ما يتعاقد مع نادي كيليو باتراس او البنك الاهلي عفوا طيب هو لعب اتناشر مباراة مع غزل المحلة فاز في خمسة عادل في ثلاثة ويخسر في أربعة نادي غزل المحلة سجل حداشر جون واستقبلت شباكه خمستاشر جون طيب نروح بقى لنادي سموحة احنا طبعا زي ما كنا متابعين مبارح كانت تقريبا اليوم العالمي للاستقالات والإقالات في تقريبا يعني ربع ربع أندية الدوري المصري كان زي ما تابعنا مبارح كان فيه استقالات كتيرة كان فيه إقالات كتيرة النهاردة بيعلن نادي سموحة أنه هو بيتعاقد مع كابتن أحمد سامي عشان يكون مدير فني للفريق خلفا طبعا لكابتن طارق العشري الأقاء أقيل أو استقال مبارح دائما هتكون الولاية التانية لكابتن أحمد سامي مع الفريق السكندري تعالوا نشوف إيه اللي قدمه كابتن أحمد سامي في الولاية الأولى بتاعته لاتحاد السكندري كانت أحمد سامي لعب مع الفريق 62 مباراة مع الفريق السكندري سموحة لعب 62 مطش فاز 25 مباراة تعادل في 28 وخسر في 9 مطشات طيب ده كان سريعا أحمد سامي مع سموحة نروح ل بيرميدز اللي هو بيعلن وبشكل رسمي خلاص أنه تم تغيير موعد مباراته أمام سراميكا كيلوباترا في الجولة 16 من الدورية المصري حتكون إن شاء الله في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأحد اللي جاي بدل من الساعة 3 إلى 4 ده حيكون على ملعب الدفاع الجوي خلونا نروح للجنة المسابقات إحنا عارفين يعني لجنة المسابقات بعد انتهاء كل جولة بيبقى ليها يعني سلسلة كده من القرارات خلونا نروح نستعرض السلسلة دي سرينا وهي في أغلبها يعني بتبقى عقوبات طيب قررت اللجنة لجنة المسابقات بشراف طبعا عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المسابقة في ربطة الأندية بالتنسيق مع الرابطة عدد من القرارات بعد انتهاء مباراة الجولة الخمستاشر في الدول المصري الممتاز إيهي القرارات دي رقم واحد المتش اللي جمع ما بين الداخلية والمقاولون القرار هو إيقاف شيبوك لتش لعب الداخلية مبارتين علشان ليه علشان هو اضطرد فيه التقرير بتاع الحكم هو مشكلة مش بس في اضطرد مشكلة إنه هو في تقرير الحكم كان بسبب لعبة خطرة فاستوجب إنه هو يترد مبارتين ده أول قرار تاني قرار إيقاف محمود طلعة لعب داخلية مباراة واحدة علشان اترد بعد حصوله على انظرين في المتش في فيوتشر والمصري البور سعيدي بيتم توقيع غرامة مالية على النادي المصري عشرين ألف جنيه ومنع مية تمانية وسبعين مشجه مشجع من جماهير النادي المصري من حضور مباراة واحدة لتكرار السباب الجماعية طبعا هارفين المشجعين بلوقتي بيخشوا بالتاج بتاعهم فبيبقى سهل جدا إن احنا نعرف مين اللي بيتجاوز ومين اللي مش بيتجاوز طيب احنا لسا مكملين مع القرارات الخاصة باتحاد الكورة آخر حاجة بيرمينز ويسموح إيقاف أسامة جلال لقع بيرمينز مباراة واحدة ليه علشان اترد لسابق الإنذار دي كانت القرارات اللي طلعتها لجنة المسابقات لمباراة الجولة الخمستاشر بالدوري المصري طيب خلونا نروح معنا للناقد الرياضي كابتن كابتن مين معنا يا رجالة كابتن حاتم زي الحال سأخيرك أبتن رجائي رجائي حياتي بيك وموصل دائما وتمانيات من شاء الله بالشفاء للأستاذ كريم ومن شاء الله كده يعود سريعا بإذن الله أهلا بحضارك طيب احنا كنا منتكلم على أول حاجة كلاتنبرج كلاتنبرج طبعا بعد إعلانه الاستقالة مبارح يعني في مش عايزين نقول الأزمة بس انت شايف الموضوع ده إزاي والأهم من كده إزاي تم احتواءه لا وخلاص ما فيش احتواء لأنه وراج القراص استقال واتحاد الكرة هيقض الإجراءات القانونية معها خلاص يعني وتتكليف رسمي للإدارة الشؤون القانونية في تحاد الكرة خلاص هيبدأ يقض إجراءاته عشان يحافظ على حقوق خاصة أنه كاتنبرج كان خد أو استلم مقدم تعاقد بيغطي حتى الفترة هو بيطالب بيديها اللي كان سافر فيها كافة عالم عشان يحلله في أحد الفضايات الأجنبية هو بعد كده بيطلب المرتب الخاص بالفترة دي ومع أنه عاده بيقول أنه في الفترة دي مسموح لي أنه يحلل أو يطالب خارج مصر لكن هذه الفترة يعني بدون حجة أو بدون مرتب هي قصة أشرح لكل مشاهدي القصة ناولها هو الرجل كانت بيجي بالأساس كان جاي متعاقد مع متحاد الكرة عشان يطور التحكيم في مصر عشان يعني نحن كنا شايفين كان في أخطاء وإطراضات من أنبية على مساحقة المصريين يعني من البداية الرجل ما كانش مع متحاد الكرة في حتة التفارق هو قال أنه لما يتعاقد مع متحاد الكرة هيكون متواجد في مطر ويكون رجل الحكام المصرية هي الأساس بمزداله ويعني نادرا جدا ما يسافر سواء لليونان أو للتحليل في أي مكان آخر لكن ده كان كلام بس بداية ثم بعد كده وفوق إتحاد الكرة أن الرجل يسافر ويأخذ إذاكس جدا ولما إتحاد الكرة يتكلم معه فراجل يعني كل مرة يوعد أنه هو هيلتزم وهيركز مع الحكام المصرية لكن ده في النهاية ما حصلش وبالتبعية التطوير أو الخطة اللي كان بيتكلم في أداي من اللو كمان ما سلمهاش إتحاد الكرة حتى الآن ما ظهرتش بصماتها على الحكام المصرية والاجتماع الأخير اللي حصل بين كيلتنبرج وإتحاد الكرة وربص الأندية كان اجتماع عاصف جدا واجهه إنابا أحمد دياب رئيس صفة الأندية والصدر العلام بكل اعتراض الخاصة الأندية على الحكام والراجل اللي لقى نفسه في معظم شديد ما هوش عايف يجاوب ما هوش عايف يعني مش ملم بكل الأمور الخاصة بالحكام المصريين هو ايقا انه خلاص مش هيا يعني مش هيستطيع انه هو يلبي الحاجات المطلوب انه من جانب الاتحاد الكرة لانه أصبح في خانة الياك خلاص يعني انت لانه مطلب من انتعاته مصر وتلاكز مع الحكام وتشتغل كويس جدا وده طبعا هو عنده التواصلات تانية كثيرة جدا ربما يكون كمان بيأخذ مقابل أعلى من اللي بيأخذه في اتحاد الكرة مصر وبالتالي انا مش عايز بولي انه افتعل هذه الازمة عشان يسافر انا بأكد حالك انه كراتين بير لا تواصل مع السفارة الانجليزية في مصر زي ما هو بتاعي ولا السفارة بيطغل حين صورا ولا كل الكلام ده لا السلام صح هو الرجل بطولة شديدة ادرك ان هو اتحاد الكرة والربط الانجليزية خلاص يعني ما عادش طبع حكيل منه ومن سفريات ومن عجازات وهو مش هيعف يكمل في ظل الضغط الموجودة عليه وان انت لازم تعطي مصر تركز وبالتالي افتعل هذه الازمة ويعني اكيد طبعا فيه طبعا التفصيحات ضده من الانجليزية لكن هو افتعل واستغل كل هذه عن المعايير اللي اتحاد الكرة كان حطها علشان يتم استقدام خبير اجنبي قبل الاعلان عن التعاقب مع كلاتنبرج وقيل لي ان المعيار هو ان هو اجنبي طبعا بغض النظر يعني هل ده يعني هل ده فعلا المعيار لاتحاد الكرة اعتمدوا علشان اختيار كلاتنبرج اه او لا مش هيدي المشكلة بس انا فرحت انبسط لما سمعت النهاردة كابتن احمد سيد احمد دياب كان بيتكلم على ان في معايير ليه اختيار استقدام خبير اجنبي يعني هو خلاص اتحاد الكرة اعتمد انه هيكون في خبير اجنبي علشان يحل محل كلاتنبرج طبعا لم يتم الاستقرار عليه مين هو حتى الان بس على القل حطين معايير من احد المعايير المهمة اللي انا عشان كده بقولك انا يعني انبسط انه هو على القل ان هو الراجل ده اللي حيتم استخدام ان هو يكون ليه سابق تجربة مع احد الدول على القل اهو يعني احنا بندور على خبير مش شعره اصفر وعنية خاضرة لا بندور على خبير عنده سابق تجربة تمام هو طبعا يعني هي يعني اعتقد ان الشروط دي او المعايير دي كانت موجودة في قبل اختلاف تأتيم بير كمان لكن هو الراجل كان شي واضح في حتة التفارغ دي وبالتالي اتحاد القرى ورابط اندي المطالبين ان هم في الاختيار الجديد او تحاد القرى تحديدا مطالب انه في الاختيار الجديد للوئيس لجمع حكام الاجناب الجديد انه يكون احد المتفرر اكيد لازم يكون لوف اجربة في احد الدوليات احد الدول الكبيرة في تطوير تحكيم وفي يعني استكشاف حكام جدد وفي تطوير المنظور التحكمية في أي مكان ده بس لازم اهم حاجة في حاجات كلها انه يكون متفرغ ويعيش الاجواء المصرية ويقعد يقرب من حكام المصريين مش بس مقتصر دولة على تقيم الحكام في المرشاط او بالفيديو او يعمل اكتماعات بالزوم لكن لازم يتواجد في مصر ويعيش المنظومة التحكمين لان يعني التعافل في مصر والحكام في مصر لفيه طبيعة خاصة يعني فلازم الراجل الجديد ده لانه يكون متفرغ ويعيش في مصر بشكل كامل مقيم بشكل كامل يعرف انه يصلح الاخطاء تدريجيا ويكون في تقييم فعلي كل فترة لما تم انجازه من خطة التطوير اللي يازم يتم اعلانها بره عشان كل فترة نشوف احنا وصلنا في الخطة بتاع انا عايز اقول لك السؤال الاول لك اللي هو كابتن او خبير تحكيمي اجنبي فده يخرس اي السنة تتحدث بالسلب على مصر على التحديد مصر كرة القدم لما نشوف حد خبير اجنبي يعني ليه تجربة ناجحة في مصر فده معنى ذلك ان احنا كمجتمع كرة في مصر مش طاردين للكفاءات تماما زي ما تم تداول بعض الاخبار يعني في الصحف الاجنبية لأ هذا هو احنا فيه عندنا مشكلة مع الرجل ده فهو بينقل المنضوع من وجه تزرع على ايات حال خلينا ننتقل لمنضوع تاني يا حاتم قلنا نتكلم على منتخب الشباب طبعا فيه احنا عندنا امم افريقيا جاية عايزين نعرف مرصدك لآخر الاستعدالات لمنتخب الشباب قبل الام افريقيا هل في مباريات ودية بنستعد للمنضوع زي والله رضي الله ومنتخب الشباب اللي بيقود محمود جاب حاليا بيأخذ معذكر مغلق في اسم عليها بدأوا من يوم الاثنين اللي فات وهيستمر لفاية يوم الالترات ان شاء الله بإذن يعني مع نهاية معذكر يكون فيه معذكر اخر في القاهرة هو المعذكر الاخير ان شاء الله قبل البطولة حالك عايزة من البطولة ان شاء الله تقوم 19 فبراية ودي بطولة على أرضنا وهي بطولة مهمة جدا نتمنى ان شاء الله التوفير منتخبنا ودعم الجماهية يعني خلال المعسكرين من دول في اسماعيلية او في القاهرة يكون فيه احتكاكات اكيد اكيد بالضغط هو الاتحاد الكرة خاطب اكتر من منتخب واكتر من دولة عشين ان شاء الله نلعيهم اعتقد فيه مخاطبات مثل عطوليس ودنبيا وغندا واكتر من وجنوب السودان يعني فيه اكتر من منتخب اتحاد الكرة خاطب الفاعد لكن حتى لم يتأكد المنشط جاك رسمي حتى الان عشان يعني دول معاذة امت او تقوم كده لكن الاكيد ان منتخب الشباب هيلعب مواردين او ثلاثة على الاقل قبل بطولة ان شاء الله او افريقيا ان شاء الله يعني منتخب هيلد او وغالي فيها واحد وعشرين لاعب نتمنى ان الاندية تتعاون مع الكابتن محمود جابر وانه الاندية يكون فيه مرونة فيه انها تطرق لاعبها سعين عايز اسألك على منضوع الاندية يا حاتم الاندية بتتعاون ازاي مع الكابتن محمود جابر هل فيه يعني تنسيقات احنا عايزين اللاعب ده واشن ينضم خاصة فيه فرق احنا في حاليا كابتن محمود جابر سايب اكتر من فشل العيد اساسي في الإسماعيلي والمقاولين والاهلي وكل الاندية تقريبا يعني كابتن محمود سايب لهم من لعاية تاعتهم لانهم يشاركوا فيه مشاركة رسمية في الدول مصر وهو كابتن شايف برضو انه ده احساب قوي انه اللاعب في السنة اتشارك في مصرات رسمية في الدول العام لكن برضو اتحاد الكرة والكابت محمود كانوا اعلانوا في فوقت السابق انه من يوم 2 فبرا المعصط الاخير اللي المنتخب يعني هيتم يتأكيد على كل الاندية انه كله يبعت لعيبته في المعاد دوت وانه مش هيتم سماح لأي نادي انه يعني يعني تمسك بلعبته اللي طبعا انتعاف انه المعصط الاخير ولازم كابت محمود يعني يلعب اكتر ما شودي ويجرب كل خط اللي عايز يلعب بها لان يتعاف انه طلع عرضنا ويجب انشاء الله يستملك النفوذ بها وهي مؤهدة الكاغية العالم كمان ف يعني حتى الان المرورة كلها جاء من المنتخب لكن الأنبياء نتمنى بقى أنها ترد التعاون ده وترد المران دي وتوزبك بقى أن هي يعني برضو أن الأولوية منتخب مصر وإن شاء الله تسمح لأبلعيتها ينضم لمنتخب مصر مع بلاد المعاصد إن شاء الله يبطل في براية حاتمنا بشكرك شكرا جزيلا حاتم رضا الناقد الرياضي طيب إحنا الآن يعايزين نتكلم سريعا بقى كده قبل ما نروح لفاصل عن نتائج مباراة النهاردة كانت في كأس ربطة المحترفين الإنجليزية تحديد نصف النهائي كان توتنغ هام ومانشستر يونيتد كانوا بالعمل بعض 3-0 لمانشستر يونيتد كمان كان في مباراة في كأس ملك اسبانيا كان في الربع النهائي كان برشلونة مع ريال سويسيداد وبرشلونة بفوز 1-0 طيب خلونا نروح لفاصل سريع نرجع مع كابتن محصراح نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق لكرة اليد والمدرب الحالي لحراس مرمى منتخبات الشباب ومنتخبات الناشئين لكرة اليد كلام كتير طبعا عن المنتخب المصري عن المشاركة بتاعته في البطولة العالم الحالية والخطة بتاعت منتخب كرة اليد المستقبلية أرجوكم ابقوا معنا أهلا بكم رجال لكم مرة تانية بنتكلم في الفقرة دي عن كرة اليد المصرية منتخب كرة اليد المصرية لصراحة يعني آه هو خسر وآه هو يعني مش من الأربعة الكبار وآه هو مش بطل كأس العالم بس استيل احنا بنتكلم على منتخب محترم عن اتحاد محترم عن ناس ليهم فكر لاس ليهم تخطيط هنا معنا في الستيو كابتن محي صلاح نجم طبعا نادل أهلي نجم منتخب مصر الأسبق في كرة اليد والمدرب الحالي لحراس مرمى منتخبات الشباب والناشئين في كرة اليد طبعا لدينا كلام كتير عن هذا الخصوص كابتن محي انت مش عرفنا منوّرنا لا خليك شباب ومفشوط أنا معيك والمر نطلع مع بعضه دي ان شاء الله طبع حلقة خفيفة على سادة مشاهدي يا رب انا بحب كرة اليد او انتو الجيل بتاعكم حببنا كلنا في كرة اليد جيل الله يرحمه كابتن جمال شمس هنتكلم في الموضوع بتاع يعني ايه التجربة بتاعة كرة اليد في مصر ليه هي من ساعة ما بدأت ومكملة ويتحقق نجاحات كبيرة جدا ازاي هي متميزة ومختلفة طيب بس قبل منتكلم عن ده عايزين نشوف انت شفت المطش زي النهاردة مصر وسويد ومنقبله مصر ودنمارك والله بالنسبة لما مطش مصر وسويد انت بتلعب السويد في بلدها احنا كنا بنلعب في مدينة مدينة قريبة من الدنمارك لما خسرنا لازم نسافر استوكولم فهم الفرقة سفرت انبارح بالطيارة راحت استوكولم العاصمة بتاعة السويد لما خسرنا من الدنمارك اه لما خسرنا لو كنا كسبنا كنا هنفضل في المكان اللي احنا فيه والدنمارك اللي ايه كانت هتسافر السويد اللي كانت هتسافر الدنمارك هتسافر ليه السويد اه اوكي الخسران بيروح ليلعب في استوكولم والكاسبان بيلعب في المكان اللي هو كان فيه اللي احنا كنا بنلعب فيه المدينة اللي كنا بنلعب فيها دي اقرب مدينة للدنمارك عشان كانت لقيه في مطش الدنمارك كانت جمهور كتير، لما رحنا للسويد، السويد اللي عمت قابلينا بيوم وريحت اليوم بتاع الماطش بتاعنا مع الدنمارك، وبعد كده مبارح كان كل الفرق مريحة فالسويد أصلا مريحة يومين، وبعد كي احنا سفرنا رحنا إستوكول، الجماهير 22 ألف متفرج الجماهير الجانية المصرية كان هما يدوبك خمسين، فأنت بتلعب في بلدهم خلينا نقول بس الأول السويد منتخب محترم، لها تاريخ في كورتلياد، خد 12 مديليا، 4 دهب في بطولات العالم، 4 فضة، 4 برونز لها مدرسة خاصة في كورتلياد، أنا بحترم المدرسة السويدية في كورتلياد وفي إحراسة المرمى كان لها مدرب يوهانسن ده شيخ المدربين في السويد، قعد من سنة 88 لغاية 2004 كان مدخل علم النفس الرياضي في التدريب في السويد، وهو أخذ نظرية اللي هو علم النفس الرياضي، يعني هو مش فقط مدير فني، هو كمان بيلعب على الجزء النفسي للعيب لأنه هو مطلع أجيال، وحتى كان مسك ساعتها للشباب والناشئين، وراجل معروف يعني ودائما كنا بنلاقيه في كل بطولات العالم متواجد مع كل المدخبات السويد، فهو كان ليه مدرسة خاصة كده فهو دخل علم النفس الرياضي في التدريب، وفي نفس الوقت مدخل اللي هي اللي تلاقيه في التايم اوت في فرقة السويد الكابتن فرق أو كاعد فريق هو اللي بيتكلم في التايم اوت، الجهاز بتاعهم جهاز محترم جداً في مثلاً فيه ثلاثة أربعة فنيين أقوية قاعدين على البنش ومعهم دكتور بتلاقي مثلاً لما المدرب النرويجي، خلوا فاكروا مدرب نرويجي لما مثلاً مصر كانت ماشية كويس في الأول يعني، راح راح للمساعد بتاعه والسويدي وقاعد يتكلم معاه وبتاعه، وزبطوا الدفاع، كان هنضم مشكلة في الدفاع، كان ممضوع حشم بيستلم كويس في أول يمكن ربع ساعة هم طلبوا تايم اوت في الديئة واحد وعشرين، يعني السويت في الشوت الأولاني طلبوا تايم اوت في الديئة واحد وعشرين كان أول تقدم لهم كانت عشرة تسعة في ديئة خمسة وعشرين، هو كان موفقين جداً كسواء الجهاز الفني أو المدرب توقيت التايم اوت، بس ظبطي، توقيت التايم اوت كان بيعمل لهم بقلة، أنت كلمت عن الأداء الفني لطاقم الفني على الخط تمام، مصر بقى أنت شايف عملت زي مستر بروندو، مدير الفني امتخب المصري، شايفه أداءه عمل ازاي؟ أدار المصر الموطش ازاي؟ المشكلة اللي هو هو مالوش أي مفعلات، مالوش أي تجاوب، مالوش أي حاجة مع اللعيبة، اللعيب جاب جون، مجابش جون، مفيش تشجيع، مفيش مفعلات، مفيش أي حاجة يعني سايلنت، يعني تحس اللي هو حتى تعبيراته، الكرة جات جون، مجاتش جون، خسرين زي مش خسرين، واحدة يعني مفيش أي حاجة، ولقيت فعلا للناس كلها أصلا مش عجبها الموضوع ده يعني تحس اللي هو طب بغض النظر عن انفعالات وهلو كان منفعل ولا لأ، بس هو يعني طيب فنيا هو أخبره إيه؟ فنيا خلاني نقول فنيا، خلاني نقول فنيا، أول حاجة هو السويد أول ما طالبت تايموت في الديقة واحد وعشرين الشوت الأولاني تمام، اتقدمت علينا وبعد كده إحنا لما جينا طلبنا تايموت في الديقة ثمانية وعشرين، الشوت الأولاني كان فرق ثلاثة لسويد انت كنت كاسبان، طب هي تقدمت عليك جون، يعني انت كنت كاسبان تقدمت عليك جون، عكاة الجونين، طب انت ليه مؤخر تايموت؟ ده الشوت الأولاني تعال الشوت الثاني بقى، عمل كارثة من الكوارث، أول حاجة حسن قداح، حسن قداح ده العيب موليد ألفين، ده من ده من اللعيبة اللي خد الثالث عالم مع كابتن طارق في المستوى الشياب، وخد أول عالم مع كابتن ماجدي في النشئين نزل في الديقة كان منزل في الديقة اتنين واربعين، يعني بعد اتناشر ديقة ونص، يعني تقريبا بعد تلاتاشر ديقة نزلوا الشوت الثاني طب ماشي، انت معاعدوا تلاتاشر ديقة الشوت الثاني، ومعاعدوا تلاتين ديقة، يعني معاعدوا تريبا تلاتة واربعين ديقة، وهو المتش أصلا ستين ديقة، نزل نزل، جاب في الوقت اللي هو نزل فيه، جاب خمس أهداف من سبع تصوبات، ماشي، محسن رمضان جاب تلات أهداف، وأحمد عادل جاب ربع هداف، وعلي زين جاب هداف، طيب ماشي كم فين بقى هو كل ده، طب ماشي، علي زين جاب هدف، طب الدرع مجابش الشوت الثاني ولا هدف، انت سابه في الملعب، ما كنت تطلعه، نزل علي زين، نزل دودو زائد، لعب يعني هو على طول بلعب بستة سفر، الناس عادت طالبه وهو يلعب خمسة واحد، مش لعب خمسة واحد بقى، لعب ثلاثة اثنين واحد متقدمة قوي، أول مرة يلعبها، وفي ماتش زي ده فيعني برضو، الطايم اوت بقى بتاع السويد، السويد، الشوت الاولاني خالصان 14-9، فرق كم؟ فرق خمسة السكور نزل فرق ثلاثة، واحد وعشرين، ١١، السويد طلبت في الديقة خمسين، طايم اوت، بعد ما السويد، السكور نزل، عاليت، وصل خمسة، هو بقى طلب بوقت مستقطع امت بقى؟ في الديقة اربعة وخمسين، كان فرق كام؟ كان فرق اربعة وعشرين، ١٩، يعني وصل خمسة برضو، يعني هو على طول متأخر في التايم اوت كانت محيا تقريباً انت متحامل شوية على برو، لا، انا بقولك ده تحليل فاني للماتش، اها، انا ما طب انا اقول لك طب انا اسأل سؤال، انا فهم طب اكيد طبعاً اكيد، انا بقولك اللي حصل في الماتش، هو متأخر في التايم اوت، ايه؟ متأخر في نزول قداح، وانت لعيب نزلك، في تقريباً عبنص شوت، جاب لك الواحد وخمس اهداف، ووضح ان السويد مش عامل حسابه، يعني هو فاجئهم، يعني هو لما نزل في الديقة مثلا ٣٣، بعد سبع دقائق من نزول قداح، هما طلبوا تايم اوت، كمام، لأن السكور قل، فهم، طيب، اداء منتخب مصري في طول البطولة، طول المتشاط شايفو عمل ازاي، وخاصة اداء بروندو؟ بس أنا اقول لها احكاك، المنتخب المصري اكبر من بروندو، حضرتك لو جبت اي مدرب وطني وراح البطولة دي، сх tribe… دي المتخب مهم من المتخب المصري اكبر من بروندو، المنتخب المصري اكبر من بروندو، ماشي؟ مصر هي عملت سيفي بتاع بروندو. مصر هي اللي عملت بروندو. تمام. انا بقول احنا محتاجين مدرب خد بطولة عالم. خد مدنيا في الأولمبياد يكون سوبر ستار. مفيش يبقى فيه مدرب وطن. لان منتخب مصر اكبر من بروندو. لان هو خد لعيبة جهزة من منتخب الشباب اللي خدوا تلت عالم. لعيبة جهزة من منتخب الناشئين اللي خدوا اول عالم. دول بصنع مصرية بأيادي مصرية بهم مدربين مصريين ماشي. وفي الأخر وفي اللعيبة محترفة. أفضل إنجاز بروندو مع منتخب مصر كان ايه؟ سبع تايامة. احنا فينا على السبع تايامة. يعني انا عايز اقول لي حراك حاجة. انت في الأول بتقول لي ايه؟ عايزين تاريخ كورتلياد. طيب انا اقول لك تاريخ كورتلياد. لان انا اتكلم انا مش بس تاريخ كورتلياد انا كنت عايز اتكلم على ايه؟ على انا كنت بقول وانا مقتنع بان كورتلياد او تجربة كورتلياد في مصر هي من افضل التجارب في الرياضة في مصر. فانا كنت عايز يعني الفكرة كانت في ايه تحديدا يعني انا عايز اعمل ايه؟ استنساخ ليه النموذج بتاع كورتلياد. علشان يعني يا رب باقي الاتحادات الاخرى او باقي الرياضات الاخرى تتعدي منها. يا رب. استنساخ مش هيوفها. خاني الكلام بصراحة. اقول له حضرك ليه؟ اول حاجة اللي وصلت له كورتلياد ده ده شغل سني. اكيد مش في انفراغ اكيد. طبعا انا اقول له اول حاجة اول دكتور حسن مصطفى حط البزر الاولانية في الادارة كورتلياد. ماشي؟ وحط مراس وحط تاريخ لما نيجي في اي عصر بنقول اه ده فحصل في الموقف ده في السنة دي كده. تمام؟ دي اول حاجة. حاجة التانية جيه باقول تيدمن سنة تسعين واحد تسعين او تسعة وتمانين تسعين. جيه عمل نقلة في كورتلياد. حلو؟ ده عراب كورتلياد ده في مصر. حلو؟ عم اي راجل اشتغل وبتاعه كزء كسبنا بطولة افراقيا كسبنا الالعاب الافراقية. حلو؟ جيه المرحوم كابتن جمال الشمس. ماشي وجيه كابتن الفي كان معاه. كابتن الفي حلو؟ الكابتن الفي وكابتن جمال الشمس خدنا بطولة العالم. من ابناء كابتن جمال الشمس. اه طبعا وابناء كابتن الفي. فاحنا عندنا تاريخ. فاحنا اخدنا ايه بطولة عالم شباب. اول. كابتن جمال الشمس راحوك كابتن الفي. كابتن الفي موجود. ويعني كابتن الفي الاحد لما بيشوفه يعني هو زي ايه ابونا الروحي كلنا. ايه كابتن الفي. اول ناشئين. كابتن مجد اول مجد. يعني كده كان اربع وخمس ميدالياء. ده غير بقى ايه خدنا رابع كزا مرة شباب وناشئين. سادس كزا مرة شباب وناشئين. فاحنا كله بصنع مصري. تمام. المرة الوحيدة اللي جي مدرب. في جيل كانسة جيل موليد اتنين وتمانية. جي مدرب مرة واحدة. جي مدرب دنماركي ولا مدرب اجنبي. خده الاثناشة ترتاشة. يعني انت شايف ان المدير الفني يكون مصري. افضل في كرة اليد المصرية. بنانا على التاريخ. بنانا على التاريخ. بنانا على التاريخ. عايزين نجي مدرب اجنبي. لازم يكون واخد بطولة. واخد يا ام بطولة تعالى ياخد اولمبياد. عشان ينقلنا النقل دي. انا عايز اقول له احراك حاج. ايه الفرق بيننا وبين اي لعبة تانية. احنا الالعاب التانية تمحها لا توصل كسعالة. احنا دلوقتي تمحنا. واللي انا لقيته. واللي تموح الشعب المصري والجماهيري العادية. اللي هو عايزة ميداليا. اه طبعا. ما هو ده اللي فرق. انا لسا كنت اقول في المقدمة ان احنا زعلانين. ان احنا طلعنا برا الاربع الكبار. بالزبط. ده الفشل بتاعنا في كرة اليد. ده التموح الفرق اللي بيننا وبين اي لعبة تانية. يعني على سبيل المثال. يعني انا مسلا سيه مسلا هو كابتن مجد ابو المجد. احنا ابطال عالم. لعيبة كنا ابطال عالم. احنا لما بيجي مسلا بنعد منتخب زي منتخب 2004. لسه اول مرة يتكون و مش عارف ايه. احنا بنقول لهم احنا ابطال عالم. واحنا بنعدكوا ازاي تبقوا ابطال عالم. اه احنا بنلعب نفسيا على اللعيب على. مش نفسيا احنا بنقول للموقع. احنا جميعا كسبنا بطولة عالم. لا 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 انا مش قصدي رم. تمام. انت بتحاول تغرز في ان انت بطل عالم. مشروع بطل عالم. الزبط كم. بعد عشر خمسونش سنة انت بطل عالم. انت حتيرها حتي بيكون عندك. لا مش عشر خمسونش سنة. انت في ظرف سنتين لازم تبقى بطل عالم. سنتين. انت بتقول الفين وكم? الفين واربعة. اه. في سنتين. اه. اه. او الفين واثنين او الفين. انت في ظرف سنتين لازم تكون بطل عالم. اه. او على قل معلق مدالية. اه. ده من اول يوم. واحنا بنشتغل على كده. لان احنا عارفين بره ازاي. ما هو اللي انا عايز اوصله لحضرتك. احنا دلوقتي مدربين. كسبنا بطولة عالم. لما نيجي نمرن فرق. احنا عارفين الطريق ازاي. احنا عارفهم ازاي. احنا بقى ايه. في المثل في الفريق الاول. احنا عارفين مدرب كسب بطولة عالم. او كسب اولمبياد. عشان ينقلنا النقلة دي. ما هو برندو مش ينقلنا النقلة دي. يعني هو خلاص. هو خلاص. ده اخره. طب احنا احنا على مستوى الشباب والناشئين. اخبارنا ايه. التالت عالم شباب. واول عالم ناشئين. مهم. مدربين مصريين. 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 مدربين مصريين. يعني احنا الجهاز يمكن الوحيد. اللي المدرب المساعد بتاعه اجنابي. طب حاجة بقى كمان تانية. لجنة الفرق القومية. لا لا ثانية واحدة. المدرب المساعد بتاعه اجنابي. اه. والصف الاول مصري. مفيش. اه. هو. المدرب المساعد اجنابي. المساعد اجنابي. والمدير الفني اجنابي. اه. تمام. مفيش مدرب مصري. يعني مفيش مدرب مصري. اه. انا عايز اقولك حاجة. لجنة الفرقة القومية برقاسة كابتن ايمان صلاح. كل حاجة عايزة تعملتلو. طب في معسكر هنا. لا انا عايزة اروح معسكر في فرنسا. اصل فرنسا طب ممكن. تتكلم على طلبات بحروندو. طلباتو. حاضر. ما ده كويس راح تجده كويس. لا. اللي انا عايزة اوصله انت كلجنة فرقة القومية وكاتحاد. اه. انت حققتله كل حاجة عشان تخش مربع تاخد مدالية. مش عشان تاخد تامي. اه ممكن ناخد خامس. خامس ما هو. بقولله حراك احنا عايزين مدالية. طب انا عايزة اقولله حراك حاجة. انت خدت خامس. اه الفرق من خامس و تامي. اه الفرق من رابع و خامس. احنا الهدف مدالية. اعزين مدالية هو ده اللي بقوللى حراك. الفرق بيننا وبين اي لعبة تانية. طيب. انت تحقق لك كل حاجة انت عايزها. انت عايز معسكر في فرنسا قبلي كاسعب. هاض. معان ان كان مفروض تروح لأ انا عايز فرنسا. اوكي. عايز اروح بطولة في رومانيا. هاض. نفذوله كل حاجة. عشان ايه. في الاخر انا عايز اروح. عايزين الهدف الاكبر اللي احنا اخد مدالي. ما حصلش. طيب. احنا كنت بتكلم على في الحلقة عن متوسط اعمار الفريق الحالي. وكان تقريبا هو متوسط اعمار واحد وعشرين. وده طبعا متوسط اعمار صغير جدا. لو قرناه بفرق مثلا زي سويد زي الدنمارك متوسط الاعمار فيهم. تقريبا احنا نتكلم فيه تلاتين. معنى ذلك ان الجيل ده لسه مكمل معانا حبة حلوين يعني. وكان فيه لازم بعد بطولة الاولمبياد. لازم يحصل احلال وتجديد في بعض اللعيبة. وهو ما عملوه. لازم يحصل. ودلوقتي لازم يحصل احلال وتجديد في بعض اللعيب. اقول لحراك حاجة. الهداف اللي جايب خمس اهداف الشوت التاني. مين. اصغر لعيب في الفرق. موليد الفيه. حسن اداح. عنده ام مكملش 23 سنة. عنده 22 سنة. ده اصغر واحد. اللي بعديه محصر رمضان. موليد 98. فاحنا اعمار الفرقة صغيرة. ما هي دي؟ هو دي الفرقة اللي جات له على طبق من فضة. اعمار الفرقة. وقال داح كبا لما شوف لما نزل اللعب يعني زي ما انت قلت كده تغير شكل. اه اعمار شكل الفرقة. خمسة؟ ثلاثة والثلاثة السبعة. طيب احنا تقريبا احنا فيه ثلاثة او اربع مشات كان الاداء بتاعنا سوبر جدا. فده علشان الاداء بتاعنا كان قوي او قراءة فنية قوية او قويسة او سيسنائية لبروندو. ولا علشان ضعف من الاخرين. مدرب ضعيف امام الفرق قوي. مقطع من اول السطر. كنا بنلعب على مدالية في الاولمبياد بنلعب اسبانيا مطش مصيري وكنسة. برضو عمل ايه بقى الدحكة مش كويسة اوي اوي. رح لعبه دايرة عكس ايده. لعبه في مكان غريب جدا. ايوا انت في المطشات المصيرية انت فين. فهو انا انا اهم حاجة انقلنا بقى النقلة دي هو مش هيعرف اعملنا. هو مش عارف اعملنا. انه يجي مسلا حد يقولي ده ده خد احسن مدرب في اوروبا و مش عارف ايه. اه خد احسن مدرب في اوروبا ايه. هو كان بمساعد في فريق البنات في نادي فارداري المكدوني. المدرب اللي كان مسك الولاد راح باريس سان جرمان. المدرب المساعد اللي هو ديفز راح جي مسك منتخب مصر. فالفرقة الفردي. طلع من مساعد البنات انا شايف اللي هو مدرب محظوظة. مسك فرقة فاردار. فرقة فاردار دي كان فيه سبونسا. بيصرف عليه كان جايب احسن لعيبة في اوروبا. كسب بتوله اروبا. اللي بيكسب بتوله هو Lima عرب. مού heltان ممم. يعني هو معروف. اللي بيكسب بتوله اوروبا هو الي بياخد الرقم. بعديها كان اللي مسك فرقة كيل كان المساعد مدرب نادي كيل مسك منتخب المانيا فمسك. لسه مسك. كان بعديها السنة اللي بعديها كان فرقة كيل جامدة جداً. فليب جيجا، كسب بتوط أوروبا، خده أحسن مدرب في أوروبا. هو اللي بيكسب بياخد، يعني أنا عايز أسألوك تسوي. لو مثلاً هنا في الدوري المصري، اللي كسب الدوري المصري هنا ولا هنا ولا في الهندبول، هو أحسن مدرب؟ طب ممكن اللي كسب يكسب أحسن مدرب. مهم. يعني نكبه هو كان بيلعب على كريدت اللعيبة اللي قبل منه. هو واخد فرقة يعني راح هو حظه اللي هي الدنيا في الديد مسك فرقة أصلاً تكسب الوحدي. طب الاتحاد جوه يعني بفكر في المنضوع ده إزاي إحنا عندنا اللقتي أم أفريقيا وعندنا أولمبياد وعندنا كاس عالم في خلال سنتين في عندنا ثلاث بطولات. اتحاد بيشايف المنضوع إزاي هل هيستخدم حد تاني؟ يعني حيمشي المنضوع ده إزاي؟ أعتقد اللحنا وقت التغيير فأنا أعتقد لو.. ده رأي شخصي ولا رأي الاتحاد؟ ده رأي.. ولا ما هي دور في الكواليس؟ لا ده رأي العامة في مصر. آه العامة ولا ده ماء.. لا مش بتكلم على الاتحاد يعني. يعني رأي يقصد كورت الرياضة رأي الشعب رأي الشارع المصري رأي الشارع الرياضي وأكيد رأي الاتحاد. آه الاتحاد ما هو شايف كل حاجة. ما هو الاتحاد خلي بالك. الاتحاد نكفز له كل حاجة هو عايز. عشان مداليا. مش عشان أخد خامس ولا سادس ولا سابع ولا تامن. مهم. يعني أنا استيل بقول هو طبعا إحنا أجيين إحنا طبعا زعلانين. إحنا ده مش مستوى كاس مش مستوى كرة اليد في مصر. إن هو يكون بره الأربعة الكبرى. خاصة إنه منتخبات النشئين والشباب بيحققوا ميداليات. بيحققوا أول وثالث. إحنا ألفين وواحد. خدنا إيه؟ آه. خدنا ربع عائلة. تمام؟ مع زران. هلو. إنت بقى عملت إيمة. إحنا لنا تاريخ. إحنا. هو اللي أنا بقول له حضراتك. إحنا لنا تاريخ في كرة اليد. إحنا محتاجين بقى النقلة دي. مدرب سوبرستار. خد كسب بطولة عالم. كسب أولمبياد. هو اللي حينقلنا النقلة دي. يا إما جهاز وطني. جهاز مصري وطني. مين ترشحه يكون على رأس الجهاز الوطني. ولو مش عايز تجاوب برضو حتجاوب. في ناس كتير. يعني في ناس كتير. أكيد أي واحد كسب مداليا في بطولات عالم. هو أحق يكون موجود في الشباب والنشيين. ففيه عشان بس يعني في كل أي حد ممكن يمسك. أنا عايز أقول له حناك حاجة. الطبيعي اللي إحنا في التمانية صح؟ ده رأيي الناس كلها. إحنا بقى عايزين مداليا. المداليا مش عتيجي غير بواحد كسب بطولة عالم. اللي هو الصف الأول كم مدربين. ميش أنا متفق معك بشكل كبير جدا. وإحنا عايزين يعني إن شاء الله بس نتحقق مداليا. وإن شاء الله يبقى فيه تعديل للمسار. ده تمام أنا يعني متفق معاك. بس أنا برضو بقول إن تجربة كرة يد في مصر هي تجربة استثنائية. على أي حال أنا. منظومة. طبعا منظومة. أنا بكلم على المنظومة. وكل اتحاد بيجي يبني وكل مدرب بيجي يبني. إحنا عندنا سيستم دخلي. حتى إحنا لما بنبقى معسكرين في أي مكان. لينا نظام. يعني لينا سيستم معين. لينا نظام على الأكل. لينا نظام في الموعيد. لينا نظام غير أي فرقة تانية. إحنا نعنزين حلقة. كلمنا عن كرة يد. بس للأسف زميل المخرج بيقول خلاص. إحنا كده يعني تقريبا وقت السيجمن ده شارف على الانتهاء. كابتن محمد محي صلاح. مدرب حراس فريق اليد بنادي الأهلي ومتخب مصر. وشكرك شكرا جزيلا. طبعا الجيلة زهبي. الله خير. لفريق كرة اليد المصر. وشكرك شكرا جزيلا. شكرا. هنروح لفاصل سريع. نرجع لكم مع حسام زيد ومحمد مطاوع. نقاط بقى. وعندنا كلام كتير جدا عن كوليس نند الزمالك. اتحاد الكورة دولي مصري. وكمان عن الانتقالات اللي احنا بنشوفها ما بين المدربين. ارجوكم ابقوا معنا. طيب. مبسوطين ان احنا معك يا ابسوط الرجاء طبعا. الله يخليك. ده الشرف لي. نبدأ بإيه بقى عندنا كذا موضوع. عندنا موضوع كلاة مبيرج. عندنا موضوع كابتن نسانة نبيه. عندنا موضوع محمود كهربا. عندنا موضوع اي تاني. عندنا طبعا الاسماعيلي. طبعا. رايح فين و جاي منين. نبدأ بيه. طبعا. نبدأ مثلا بكلاتنبرج. يلا بينا. يلا بينا. طبعا. طيب. احنا بنتكلم على ملف تطوير التحكيم في مصر. كان فيه تصريح لسيد احمد دياب رئيس ربطة الاندية. قال ان هو فيه معايير. المعايير ديان بناء عليه. هيتم اختيار او انتقاء الخبير الاجنابي اللي هيجي علشان يرتقي بيئة التحكيم. وقال بعض من المعايير كده ان هو رقم واحد ان هو يكون متفرخ. عشان ما ننكررش نفس غلطة كلاتنبرج. رقم اتنين يكون عنده رولنج موديل. عنده نموذج. عمل حاجة. وعايزين ننقل التجربة دول دو من اهم المعايير. شايفين الموضوع هيمشي ازاي. طيب. في البداية طبعا. يعني كلاتنبرج كان مرحلة. لها ظروفها. لها ملابساتها. اول مرة في تاريخ التحكيم المصري والكرة المصرية يجي خبير اجنبي. هو اللي يتولى ملف ادارة التحكيم المصري. الناس كلها كانت بتنظر لهذا الملف نظرة. انه يترى الخبير الاجنبي ده. الناس هتتقبل التعامل معه ازاي. على اطار اسرة التحكيم نفسها. هل هيكون فيه تعاون معه. ولا هيكون فيه. مش هنقول مؤامرات. بس يعني عدم تعاون معه. التجربة بالتأكيد كان لها ايجابيات. اهم الايجابيات انه. الناس دايما بتتقبل اي كلام من العنصر الاجنبي. نشوف في مباريات القمة. الحكم الاجنبي. اللاعبين والاجهزة الفنية بيكونوا في قمة المثالية. في التعامل مع الحكم الاجنبي. محدش بيعترض. محدش بيخرج عن النص الكلام ده كله. لكن لها سلبيات كتير جدا. زي. اولها انه هو فعلا ما كانش متفرغ. اتحاد الكرة كان لازم ياخد باله من النقطة دي من البداية. لانه العقد بتاعه كان فيه من ضمن البنود. انه هو في فترة كأس العالم هيكون متواجد في احدى القنوات خارجيا. لتحليل المباريات. هو عنده تجربة مستمرة. ما زالت مستمرة في اليونان. فبالتالي ما فيش تفرغ فيه. اعتقد كان متفق عليه. وانت بتحكي على التجربة بتاعت كلاتنبرج تحديدا. مش التجربة كاستقدام خبير اجنبي. صح كده. انت بتكلم على مسالب او مساوي كلاتنبرج في مصر. احنا احنا قلنا الايجابيات شوية في الاول. اللي هو انه حد اجنبي يجي بفكر جديد. بفكر متغير عن اللي موجود في مصر. ولكن السلبيات اللي حصلت خلال الفترة الاخيرة كانت اكتر من الايجابيات. يعني عنوان عريض. ايه هو التطوير اللي كان جاي بي كلاتنبرج. ما هو ده موضوع مهم جدا. انا لما اجيب خبير اجنبي لازم اطلع في مؤتمر صحفي. زي ما حصل في المؤتمر الصحفي اللي يجي في كلاتنبرج. واتحاد الكرة قدمه. لكن ما قالناش ايه هو التطوير اللي جاي يعمله. لازم يكون في نقطة عريضة واخطوط عريضة. نعرف بها ايه هو التطوير اللي هيحصل. دي مشكلة مين بقى. يعني اللي ما يكونش فيه رؤية. دي مشكلة الراجل اللي جاي. ولا مشكلة الناس اللي تعاقدوا معاه. وقالوا يعني اذا سمحت احنا بنتعاقد معاك علشان تطبق واحد اتنين ثلاثة. within a timeline في خلال وقت محدد. بانتهاء المدة ديا لازم المخرجات بتاعت البروجيكت بتاعت المشروع بتاعتك تكون واحدتين. دي غلطة مين. اتحاد الكرة لما بيجيب خبير اجنبي او مدير فني. لازم يبقى عنده اهداف عايز يحققها. انا بقول للراجل اللي انا جايبه شايف ان هو ده اللي هيحقق لي اهدافي. انا عايز الاهداف واحد اتنين ثلاثة سواء خطة قصيرة الامد او خطة بعيدة المدى على مدار السنوات. ده ما حصلش ما اسمعناش اي حاجة. كان على طول الخط شكاوى ان هو مش متواجد. ان هو مش متابع الحكام. ان هو مش متابع التطوير اللي بيحصل ايا كان ايه هو. فكل دي كانت مشاكل كبيرة جدا بتحصل. طي. محمد انا عايز تقالك في حاجة. انا كان معايا مبارح كابتن جاد جريش الخبير طبعا التحكيمي. كابتن جاد كان بيقول لي ان احنا ما نستقدمش هو وجهة نظره. ما نستقدمش خبير مقيم خبير اجنبي مقيم علشان يطور التحكيم في مصر. لا. وقال الحكام زي ما هم موجودين بس نعمل ايه نعمل حد زائر. زائر يعني خبير زائر يجي يقول والله احنا ممكن نطور ايه كا كونسلتانت كا مستشار فقط. لا يتولى الادارة الفنية للجنة الحكام. رأيك انت ايه في الموضوع ده. والرأي بتاع كابتن جاد جريشة ده اصلا مبني على ان ده القرار او الرأي الاغلب لجميع الحكام في الدور المصري. اللي عانوا مع فتر كلاتنبرج ما شافوش اي نوع من انواع التطوير. يعني حتى حديث مع بعض الحكام كانوا دايما يتكلموا حكم مثلا حكام الفيديو وحكام الفار مثلا على سبيل المثال. كانش فيه اي تطوير ليهم او اي امور خاصة. والحكم اللي تم تعيينه مؤخرا كان حكم انجليزي ايضا. شافوه مرة واحدة في بداية الموسم بعد كده ما شافوهوش تاني. فهو ده كان وجهة نظر كابتن جريشة ان الحكام اللي موجودين مفيش اي نوع من التطوير بيقوموا بيه. فيبقى الافضل لا حكم يجي زائر يعني يجي يدز محاضرات يفهم الحكام يطلعوا على افضل. اه يعني هو عايز يحل المشكلة فقط يعني هو بحل المشكلة اللي كانت متاع كلاتنبرج بوجود كونسولتنت او بوجود مستشار اجنبي زائر لا يتولى اللي هو يكونش على رأس اللجنة. يعني معظم الحكام كمان أستاذ الرجاء يعني غير مقتنعين اصلا بفكرة حكم اجنبي يعني شايفين كمان كانوا بيشوفوا ان كلاتنبرج مش هو الاسم الكبير. كانوا عندهم مثلا واحد زي كابتن اصامة فتاح كابتن جمال الغندور اسماء كبيرة بتدي اصلا هي محاضرات برا في الكاف وفي الفيفا. سنقاسف معلش محمد يعني بعتذر طبعا. هو احنا عندنا اي حكم مصري كان في اي من النماذج بتاعت كاس العالم قبل كده. طيب طبعا كان جمال الغندور. اخر نسخة كان مساعد الحكم المصري المساعد كان موجود في كاس العالم بس كان واحد حكم واحد بس يعني مساعد مش حكم ساحة. انا بكلم عن حكم ساحة. اخر حكم ساحة كان كابتن جهاد جريشا في 2018. ده حقيقي احنا في الفين كام 23. فكابتن اصامة فتاح بالمناسبة هو محاضر في الفيفا اصلا فهو بيدي محاضرات. فهو ده الحكام اللي كانوا بيشوفه ان هو يعني ممكن يكون اضافة عن كلاتن بيرجي كمانا. لا هو بالمناسبة يعني. اه يعني انا الحكام انت عايز تولي انا الحكام مستوى الحكام عند الراف مصر تمام واحنا مش محتاجين خبير اجنبي. بالمناسبة الكابتن عصام بس يعني هتداخل مع مطاوع. انه يعني من ضمن المفارقات اللي حصلت. انه كلاتن بيرج بعت للفيفا علشان يبعته حد يحاضر للحكام. فمصر يعني تطويره كيف بعتوله الكابتن عصام عبد الفتاح. يعني كانت هي دي كانت مفاجهة. انه هو محاضر ومصنف يعني. كابتن اصام اسم كبير وتاريخ كبير يعني. طبعا طبعا. فهو ده ده ده. والكابتن جمال. اه طبعا. اللي بيتكلم على الاساسها كابتن جهاد جريشا. ان احنا عندنا حكام مميزين او حكام سابقين يقدروا يقودوا المرخلة. طيب. عندنا نسمى مواضيع نسمى مكملين عاديين مع بعض شويتين كده. بس خلينا نطلع طيب الفاصل يا جماعة. ونرجع لكم تاني. رجعنا لكم مرة تانية بنكلم بقى عن يعني الكواليس اللي بتحصل فيه الرياضة المصرية. معانا عشر دقايق وعايزين نتكلم على ثلاث مواضيع. معرفش هنعملها ازاي بس ان شاء الله هنعملها. طيب نبدأ الاول بموضوع بتاع كابتن قسامة نبيه. كواليس التوليه الادارة الفنية في نادي الزمالك. عندنا كمان عايزين نعرف الملف بتاع كابتن محمود كهرابا وصل لفين. وعايزين نختم به نادي الإسماعيلي أسامة نبيه. طيب هو كابتن أسامة نبيه تم اصدار قرار تعيينه رسميا بالأمس عقب مباراة غزل المحلة اللي انتهت بهزيمة الزمالك. طيب كواليس تعيين أسامة نبيه ان هو واحد من ابناء نادي الزمالك. واحد اشتغل مع الزمالك لحد فترة قريبة تحديدا لحد يوم 2 يناير. كانت اخر مباراة ليه مباراة اسوان. وبعدها اعلن استقلته بسبب بعض المشاكل مع البرتغالي في ريرا انه مش قادر يكمل معاه. فكان من هنا اقدرت الزمالك ومسؤولي الزمالك خادوا القرار انه عايزين حد اللي هيجي. ما فيش فرصة يعني ما فيش مساحة في الوقت الحالي لاستخدام مدرب أجنبي او مدرب جديد لسه يتعرف على الفرقة. فاحنا عايزين واحد اشتغل مع الفريق في الفترة دي. فكان قسامة نبيه هو اقرب واحد اشتغل في الفترة دي تم يعني اسناد المهمة ليه. واسناد المهمة برضو كأحمد عبد مقصود مدرب مساعد كان معاه وراحل لسه من المباراتين للبنك الاهلي ورجع تاني. ما عادها دعيم بواحد زي كابتن اسماعيل يوسف مدير القرى يكون موجود معاه يقدر يعني ينظم له الامور داخل الفريق شوية. خاصة ان الامور داخل الزمالك وقوضة اللبس داخل الزمالك ما كانتش على الوضع الامسل. والنتيجة لها ان الزمالك في السنة الجديدة عالفين تلاتة وعشرين خط ست مباريات لم يفز في اي مباراة. والخروج من الكاس امام برامد فكان يعني لازم التغيير السريع وجي التغيير عن طريق اختيار كابتن اسما نبيه. اللي هو رجل المرحلة في الزمالك في فترة حالية. وبحسب تعليمات او تأكدات مجلس ادارة الزمالك ان الراجل مكمل لنهاية الموسم ايا كانت النتائج. وبعد كده ينظره في الامر او ينظر في التجربة بشكل كامل. طبعا ان هو يكون فيه دعم في الادارة النادي واقفة وراه. ده حاجة مهمة جدا نفسيا على الاقل يعني. بالزبط وهو يمكن ده اللي تم التأكيد ليه النهاردة للكابتن اسما في خلال جلساته معه. انا كنت امتبع حضاتك يعني اتكلمت عن اربع الجلسات اللي تم عقدها اليوم. فدائما كانت من ضمنها تأكيد على انه كل الدعم ليه زي ما كان فيه كل الدعم للبرتغال في ريرا. كل الدعم حتى لدرجة قالوله احنا اخترنا صفقات بناء على اتفاق مع مستر في ريرا. لو انت عايز اي تغيير في خلال الخمسة ايام دول. نقدر نتحرك في الملف سريعا وانحقق لك اي طلبات انت محتاجة. طيب عظيم جدا حسام سريعا برضو في ملف الزمالك. ابرز الاستفاقات اللي انت شايف ان الزمالك بيحتاجها الفترات اللي جاية او على الاقل يعني المراكز. طبعا يعني انا بس هضيف على كلام مطوع انه يعني فريرا عمل موسم تاريخي مع الزمالك السنة اللي فاتت لازم لفلشي ده. وهو الراجل بيمشي. المطلوب للكابتن اسامة نبيه انه سريعا لانه خلاص فاضل خمس ايام تقريبا على غلق بابل قيد. انه هو اللي يكون صاحب الرأي وصاحب القرار. اولا احنا شفنا الايام اللي فاتت والمباريات الاخيرة في مشكلة في الباكليفت في الزمالك. بعد يعني استبعاد او خروج عبدالله جمعة واحمد فتوح. احمد فتوح طبعا الظاهير الاساسي. شفنا انا ام مخلاصة ان في صفحة جديدة. النادي حيث تعمل صفحة جديدة ان شاء الله. وفي اسماك كتيرة داخل. لكن انا اقصد انه حتى محمد عبدالشافي برضو لانه واضح انه التقدم في السن البابود مش قادر. بس هو الراجل من الناس المخلصين في نادي الزمالك. طبعا. فبالتالي كابتن اسما يكون هو صاحب القرار في الناس اللي تمشي الناس اللي تقعد. لازم يتوفر له اكبر قدر من الاستقرار. زي ما حصل مع فريرة من السنة اللي فات لغاية لما حصلت الهزة الاخيرة. انه كان فيه استقرار كبير متوفر من الادارة لفريرة. فاسما نبيه مطلوب برضو ان هو يتوفر له نفس الدعم. لانه طبعا انا نفسي نفسي ان احنا نشوف اسماء شابة زي الكابتن اسما نبيه. احنا شوفنا وليد الراكراكي وتجربته النجحة مع المغرب. طبعا. فنتمنى نشوف الكابتن اسما نبيه ان نشوف كابتن طارق مصطفى عامل تجربة هيلة في المغرب. الكابتن عبدالحميد باسيوني قبل كده فيه اكتر. عبدالباقي جمال مع غزل المحل. عبدالباقي جمال مع غزل المحل. عندنا ناس تستحق الفرصة حقيقية. لا انا بتكلم على نجاح اللموذج المغرمي. مش فقط عشان المدير الفني. لا ده كمان منظومة كاملة. طيب سانيا عايزين انتقل لملف كهربا ووصل لفين. طيب ملف كهربا لغاية دلوقتي كان اخر كلام فيه الخطاب اللي طلعه اتحاد الكورة للنادي الاهلي. وسمح فيه او قال فيه ان كهربا من حق ان هو يشارك لحين صدور قرار جديد في الموضوع. كهربا بعدها شارك فيه مباراة سموحة وبعدين شارك في مباراة الزمالك وسجل في المباراتين. دلوقتي المفروض هيكون فيه جلسة استماع مع لجنة الانضباط في الفيفا يوم 2 فبراير. وبناء على اللي هيحصل فيه جلسة الاستماع هيكون المنتظر قرار جديد. تحاد الكورة قال لحين اصدار قرار جديد سواء بإيقاف كهربا او ايا كان القرار الجديد كهربا من حقه يشارك مع الفريق. وبالتالي كهربا موجود مع النادي الاهلي وهيسافر هيشارك في كأس العلم الاندية. محمد شايف ان المشكلة بتاعت كهربا اللي هي مشكلة القضائية او العقوبات يعني المفروضة او العقوبة المفروضة على كهربا يدفع الغرامة لنادي الزمالك. هتأثر عليه فنيا في كأس العلم؟ لا اخوة فنيا باين ان القهربا يعني بعد الامور دي عن نفسه تماما ولكن انت بتكلم ان فيه ايام يعني خلال ايام قليلة قد تجدد العقوبة من جديد. خاصة بعد الزمالك ما عمل الشكوى الجديدة بيأكد فيها ان القهربا شارك ومش من حق المشاركة طبقا للليحة رقم 24 ان اي عقوبة بتجدد تلقائيا طالما انت منفستش الشق المالي فيها فهي بتجدد تلقائيا. وده المبدأ الزمالك بيعتمد عليه ومعتمد عليه من خلال المحامي الايطالي معاه برا في الفيفا. يعني ايه الزمالك مكمل في شكوته وكهربا ناحية فنية لا كهربا بعد الامور دي بدليل ان احنا نشوف نتعلق مبارات سموحة ومبارات الزمالك. ده عظيم جدا طيب منضوع نادي اسماعيل لحد الآن لحد الساعة الوقت اللي احنا نتكلم فيه ده نادي اسماعيل من غير رئيس للنادي. صحيح من غير مجلس ادارة من ساعة استقالة المواند الساحية الكومي ووزير الرياضة قبل الاستقالة وبعدين وزير الرياضة طلع اكتر من بيان بيقول فيه ان لسه ما زلنا بندرس الامور القانونية والادارية والالية داخل نادي الزمالك. وانه هيتم تعيين لجنة ادارة لحين اجراء انتخابات في الموعد المحدد للجامعية العمومية اللي هو من 1-7 لغاية اخر اكتوبر السنة الجاية السنة دي عشرين تلاتة وعشرين. كان معنا خبر امبارح بيقول ان الكابتن علي مجريش هو فترة انتقالية صحيح؟ تمام المفروض انه بكرا ان شاء الله يصدر قرار من وزير الشباب والرياضة باللجنة الكاملة هو على رأسها. قد يكون الكابتن علي هو الاقرب ولكن الكابتن علي برضو ارض عليه في بداية الامر ورفض وبعدين التواصله معاه مرة تانية. كان فيه كمان كلام المعلومات اللي عندنا انه تم التواصل لاستطلاع رأي الدكتور عبد المنعم عمارة وزير الشباب والرياضة الاسبق وهو طبعا احد الرموز في الاسماعيلية واكتر من رمز داخل الاسماعيلية. ولكن للأسف الاجواء المحيطة بالنادي الاسماعيلي مخلية يعني 99% من الناس اللي عرض عليهم الامر بيرفضوا يعني خوفا من المشاكل اللي جوه النادي والمحيطة بالنادي لانه للأسف خلال السنوات الاخيرة مفيش ابناء النادي مش وقفين جنب النادي للأسف ولكن الاسماعيلي يستحق مننا كلنا وقفة خلال ايام القادمة لانه النادي شعبي ونادي ليه تاريخ كبير. وقفنا تمنى ان اللجنة اللي تيجي الناس تلتفى حواليها خاصة ابناء النادي نفسهم. محمد يعني اشان ما نبقاش ايه يعني منتكلم بشكل محدد اكتر. ازمات النادي الاسماعيلي الداخلية لو عملناها كده في ايه في منشطات. هتقول ايه. الازمات المالية. الاسماعيلي مشكلته الاساسية هي الازمة المالية والدليل على كده تصرحت ميدور مدير الفني لفريق الاسماعيلي قالك انا اتفقت مع صفقات ومش هتتم الا في وجود مجلس. يعني مع كامل الاحترام للاسماء الجميع اللي مطروحة من قبل الوزارة واللي حسام اتكلم عنها. ولكن انا شايف ان اسماعيلي محتاج رجل اعمال عنده فكر. يعني رجل اعمال مش مجرد انه جاي معه فلوس وعنده فكر. يقدر يدير موارد للنادي. يقدر يصرف يعني على خطة طويلة الامد وخطة قصيرة الامد. قصيرة الامد انه تقدر تصرف تدي مستحقات للعيبة تتعاقد مع صفقات اجهزة فنية اللي ما بتاخدش فلوسها حتى الان. فانت محتاج تحل المشاكل دي عشان تقدر تمشي في الدول. وبعد كده تبدأ توفر موارد المالية اللي تخليك تبقى ترجع الاسماعيلي الكيان الكبير اللي الناس بتستنى منه اي نتائج. على اي حال يعني زي ما انت كنت تقول يا حسام فكرة ان احنا كلنا يعني نقف جنب نادي ليه شعبية. وانت من اقدم الاندية في مصر دايد دي اولويلة طبعا. اول نادي وصل خد بطولة افريقيا دا حيئة دا حيئة دا حيئة. وده على فكرة يعني مش معقول لكم في المركز الاخير في الشمهوري. مش دا صالح الرياضة في مصر سقوط نادي زي الاسماعيلي او سقوط نادي زي الزمالك او سقوط نادي زي الآلي. دول اقطاب الكرة في مصر مش من صالح الكرة المصرية تماما. ان اي من الاندية الكبار دي انا اندية الشعبية الاندية القديمة لها تاريخ ان هي تسقط. على اي حال مشكرك شكرا جزيلا حسام زايد مش زين يا جماعة. شكرا 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 شكرا. عشان طلعت عليه اشاعة محمد بن طوع شكرك شكرا جزيلا. الى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا لناية حلقة النهاردة من رقم عشرة. شكركم شكرا جزيلا وتصبحوا على خير.